مرحبا بكم في الجزء الأخير من حدث هذا اليوم ضيوفي سيموحسن حسن القيادي في حركة نداء تونس وطفة بالعيد القيادية في حركة مشروع تونس سيموحس بوراوي مرحبا مرة أخرى سنحكيه على ربما يعد تشكل المشهد السياسي واليوم اللي صار بعد انتخابات ألماني هذا التقرير نعيم الشوقي ثم رجعين البلاتو نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا قلبت الموازين السياسية في تونس مرة أخرى خيبة أمل للأحزاب تليها مراجعة حسابات وتصريحات استفزازية تململ سياسي، صراعات، استقالات، تجاذبات خلات التونسي يفقد ثيقته في الطبقة السياسية ويعزف عن المشاركة في الانتخابات النتائج الغير متوقعة تثبت في خلاف سياسي بين حركة النهضة ونداء تونس اللي أعلن مراجعته وعلاقته بالنهضة الشرخ هذا افتح الباب أمام مبادرة جديدة دعوة من حركة مشروع تونس لكافة القوى الوطنية التقدمية من بينهم نداء تونس للعمل اليد في اليد لتحقيق التوازن السياسي ومواصلة الحرب على الفساد المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قيد السبسي من جهته ورحب الدعوة هذه في إطار مصلحة تونس أولى من كل شيء رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقرب خطورة الصراعات السياسية وتداعياتها على استقرار البلاد وصرح أن حكومة الوحدة الوطنية باش تقعد بعيدة على تجاذبات هذه وفاءً لوثيقة قرطاش مشهد سياسي ضبابي اليوم العديد من الأحزاب تراجع في سياساتها وشركائها مزيد من التشققات والتحالفات في الأفق قبل 135 يوم من الانتخابات البلدية نبدأ معكين تلالوات فانتم اللي دعيتوا إلى اليوم ربما المصالحة مع نيدة تونس هل هي المصالحة؟ خاليني نوضح دعوتنا للقوى التقدمية ميش جديدة كنا سابقاً عنا ستة شهر ولا أكثر أطلبنا إلى تجميع كل القوى التقدمية لأنه في حركة مشروع تونس شفنا الوضع السياسي الموجود وإنعدام التوازن عليش أقول النقطة هذه نحنا في نظام برلماني نظام برلماني شمعنيها؟ يقتضي زوز أقطاب حزبية قوية تختلف تماماً على مستوى المرجعية قادرة على التداول على الحكم بالتحالف المؤسساتي بين حركة النهضة وحركة نيدة تونس اختل التوازن شمعني اختل التوازن؟ معني هالناخب التونسي ولا المواطن التونسي يحب يلقى قطب حادثي ويحب يلقى قطب إذا كان فما مرجعية دينية ولا غيره إسلامية يمشي في التوجهة اللي رأى فيه وقت اللي تصبح الأقطاب المتناقضة كما نيدة تونس والنهضة في تحالف استراتيجي مؤسساتي يختل التوازن فنحنا في حركة نيدة تونس عنا مدة كبيرة حاولنا التجميع حركة مشروع تونس حاولنا التجميع في العديد من المناسبات واخر محاولة عملناها متاع التجميع كانت في إتار الكتلة الوطنية جينا على مستوى مجلس النواب شفنا اختلال التوازن على مستوى مجلس النواب وصعوبة في تمرير القوانين والتصويت عليها مثلا في رئاسة الهيئة العلية المستقلة للانتخابات شفنا كيفاش وقت اللي معناه فما اتفاقات يزمها تصير لتمرير القوانين قلنا هاي دعوة للقوى التقدمية نعمل كتلة على مستوى مجلس النواب وما يسمى بالكتلة الوطنية شنو ليسار وقت اللي نحنا دعينا حركة مشروع تونس مع مجموعنا الأحزاب دعينا إلى تكوين الكتلة الوطنية شنو كان ردة فعل نيدة تونس في عوض معناها نيدة تونس يتجاوب مع هذا المعتى ليه خلق التوازن كان تهديده ليه أعضاء ليه النواب متاعه إذا كان ينخرطوا في الكتلة الوطنية هذه يقع تردهم دونك محاولتنا نحنا ولا دعوتنا لتجميع القوى التقدمية ما هو شو جديد دونك هي فرصة بعد النتائج انتخابات الجزئية بألمانيا والنتيجة المخيبة للأمال للناس الكل واللي مش مشكلة فيه تأفية اللي هي تخيب الأمال له اللي هي تهدد الانتقال الديموقراطي وتهدد الديموقراطية لأنه الأحزاب السياسية دورها هي تأثير منخرتها هي تقديم برامج هي القدرة على التعبئة التعبئة وقتش تلقاها تلقاها في المحطات الانتخابية وكنا ديما نقوله في نفس الوقت استغليته جدا خلاف نداية تونس وحركة النهضة وإعلان نداية تونس المراجعة ومراجعة تعاليته قلت يلا يا نشوفه نحنا نديو عنا مدة اللي تحالف هذيره ومخشوش دونك ما استغللنا حتى فرصة نحنا عنا من يتكون حركة مشروع تونس وعنا عام وقولوا راهوا هالتحالف هذيره المؤسساتي الذي أصبح مؤسساتي وستراتيجي بين حركة النهضة وانيدة تونس هو تحالف مخشوش ليظروب الديموقراطي دونك ما استغللنا حتى فرصة نحنا متنغمين في الموقف وتقول نعتيك مثال بش نأكد لك الكلم هذيره وقت اللي أنت تلقى عندك في انتخابات التشريعية الجزئية حركة النهضة تقدم مرشحة للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا وتجي نيدة تونس ويجي حركة النهضة يقول لك أنا نقدم هدية لحركة نيدة تونس ومنقدمش مرشح ليزيء الهدية في عدم تقديم مرشح ليزيء المساندة الصريحة لمرشح نيدة تونس شو ليخلي هذا الانتباع عند التونسي اللي هو بالنسبة له الخيار اللي كان موجود عنده في 2014 في وجود حزب حادثي تقدمي الخيار هذيك منعدم أصبح منعدم لأنه أصبحنا في تحالف متلق ما بين زوز أحزيب ولا زوز أكتاب اللي هما عندهم المرجعية المختلفة هذيك عليش نحن قلنا هذا التحالف مع الأسف المشكلة متاعه هو تهديد للانتقال الديمقراطي والديمقراطية وكنا نقوله هذا الموقف فدعوتنا لتجميع كل القوى التقدمية في منافسة شرعية بطبيعة الحال ليحركة النهضة مش في عديوة لكن في منافسة شرعية لأنه المنافس الشرعي هو اللي يضمن نجاح الديمقراطي خلينا نشوفوا نديا تونس وردكم على هذه الدعوة والحديث وخاصة الحديث على مراجعاتكم مع حركة النهضة هو في الحقيقة فما أسباب يعني حدثت في المشهد السياسي اللي خليتنا نتخذ قرار مراجعة الخط السياسي والتموقع السياسي لحزب نديا تونس ما وقع في ألماني أعتبره كارثة بكل المقاييس كارثة مش فقط على نديا تونس ولكن على كل المشهد السياسي اليوم نسبة مشاركة ضعيفة في مستوى 5% وبغض النظر على الظروف المناخية ونقص عدد المكاتب أنا أعتبرها صفعة لكل الأحزاب السياسية التي شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتخابات ألمانيا وهي تدل بوضوح تام وبدون تردد على فشل الطبقة السياسية جميعا في الاستجابة لمطالب الشابة التونسي اليوم اشتعود وتشكيل ها بش نجيك نحب نعرف دعوة دعوة لحركة مشروعات مستوى ها بش نجيك مهم بارش على الكلام اللي قالت له إذن قلت وأنه طبقة السياسية فشلت فشل ذريع في الاستجابة لمطالب الناخب التونسي وعلش بشي جي ينتخب اليوم ماذا حققنا في تونس حتى انتخبنا الناخب والشاب التونسي في إيطاليا ونعرف أنه الكتلة الانتخابية في ألمانيا هي جلها من الشباب اللي معتبطوا خليني من انتخابات ألمانيا بالوضع في تونس الانتخابات في ألمانيا هي التي دعتنا ودفعتنا للقيام بمراجعات والقيادة السياسية للحزب اجتمعت عديد المرات وبنساق ميراتوني وأصدرنا ذلك البيان اللي فيه دعوة صارية سريحة وواضحة من قيدة الحزب واجتمعته اليوم سيموس احنا تقريبا يوميا الهيئة التنظيمية في اجتماع طبعا مش كل شي نخرجوه يعني تقريبا في اجتماع اشنو نصار في اجتماع اليوم هو بش نعطيك اليوم كما قلت يعني الخط اللي مشينا فيه هو أن الحزب مطالب بالقيام بمراجعات على مستوى الهيكل الداخلية على مستوى التنظيم الداخلي على مستوى السعي على مستوى السعي لتجميع القوى الهيئة الديمقرصية هل هذا المشكلة معاه؟ انفصال مع حركة النهضة؟ هاو تمني جيك بالنسبة لمراجعة علاقة نيدا تونس ببعض الشركاء هذا نقطة من بين النقاط اللي بيش تعرض على اجتماع الهيكل يوم ستة وسبعة جام في تونس وستتخذ قرارات على مستوى الهيكل الداخلية نهضة؟ أساساً عركة النهضة وطن الحر؟ أساساً عركة النهضة ونقول وأنه مش فقط تاتي النقطة هناك نقطة أخرى أساسية التي تتعلق بالخطاب السياسي تتعلق بالموقع في الخارطة السياسية والأحزاب نحكي للنهضة؟ مع حركة النهضة أكيد وأنه السيد الرئيسي جمهورية عندما مشاه في اختيار التوافق وفي خيار مشاركة حركة النهضة في الحكم هذا جنب البلاد هزيت هذه حقيقة لبدة انتقال وعنده نتاج إيجابية ولكن الملموس اليوم بالملموس بالملموس أحنا خسرنا من كتلتنا الانتخابية وهذا بطريقة علمية وبطريقة مدروسة اليوم تقاربنا مع حركة النهضة الذي لم يرتقي إلى تحالف كبير جدا يرتقي إلى تحالف وأنه غضراء الحزبين وعملنا صنداج ومسيلي شنقولها والصنداج أكد وأنه كتلتنا الانتخابية تضاءلت بمفعول هذا التقارب مع حركة النهضة وكذلك حركة النهضة اللي كتلتها الانتخابية تراجعت بمقتدى الشركة سيبو حسن تومي اللي عملتوا هذا أقصده كل أحزاب ولكن ياسي شكر تسمحني مجروبني على سؤالي اليوم ثم الدعوة من أحزاب أخرى جو معناته مش تقصيوا حركة النهضة والوطني الخرق تضخلوا في تحالفات جديدة اليوم أشوف مشاركة حركة النهضة في الحكومة وما هوش خيار اليوم أنتم تعرفوا أن المشهد السياسي أو النظام السياسي اللي هاجين نتاج انتخابات 2014 لم تمكن حزب نديا تونس أنه يحكم بمفرده هذا خيار الشعب التونسي هذا خيار اللي شايفيه النخب التونسي هذه المراجعة وهو على الأرض على الأرض سيماس الجمشكون هبشي قولك وهو ما دفع سيد رئيس الجمهورية إلى مشاركة حركة النهضة في الحكم هذا مفروض علينا اليوم على الأرض الواقع على الأرض على الأرض الواقع أولا فما عديد النقاط كما قلتك اللي بيش تعرض على اجتماع الهياكل عندنا خطنا السياسي خطابنا السياسي الذي لابد أن يعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي اللي فشلنا فيها إلى حد الآن ونيدى تونس يعترف أيضا بعدم نجاحنا في الاستجابة لمطالب النخب التونسي لعديد الأسباب ثم النقطة الأساسية أيضا هو التقارب مع القواء الوطنية الديمقراطية وهذا مطلب أعتقد أنه مهم ومهم جدا اليوم تشتت المشهد السياسي وتعدد الأحزاب اللي احنا تقريبا في نفس العائلة اليوم كترا نيدى تونس المشروع الأحزاب الجديدة وخاصة اللي خرجت من إيدى تونس أعتقد أنه تحب هل بشعطي نتاجه في البرلمان يعني الكتلة اللي عاملين هو بتشوفها خلينا ساعة خلينا ساعة نمشيوا في التواجع على الأقل وإحنا سعادة جدا بالدعوة اللي قالها من عام حزب المشروع وهو أعتقد رئي صواب والمدير التنفيذي جاوب عليه مرحب به وأعتقد أنه هذه خطوة إيجابية جدا لابد أن تطلوها خطوات أخرى ولابد أنه الأحزاب الوطنية الديمقراطية تخطو خطوة أولى نحو التجمع ونحو التقارب لأنه مصلحة تونس اليوم تقتضي أن نكون معا مشكلة واحد وحده ما فماش فرق أنا اليوم لابد أن نبتعد ونقولها بصراحة عن الزعامات والشخصنا حب البلاد وإنقاذ تونس يقتضي وأنه الأحزاب التي تتقاسم هموم الشعب التونسي والأحزاب التي تتقاسم التوجهات والرؤاء تكون مع بعضها يد واحد والنظامنا السياسي يقتضي وجود قطبين وأعتقد أنا مشي في هذا الاتجاه قطبين؟ نعم يعني نظامنا السياسي يقتضي وجود حزبين كبيرين يتنافسوا ينجموا يحكموا مع بعضهم يتشاركوا في الحكم إذا كان اقتضى الأمر ومازلنا في بداية النظام السياسي لكن خليني نقطة فقط نقطة أخيرة نقطة أخيرة وبعدها نجي للمعز وبعدها نجي نرجع لك الكلم اللي قالوا سي محزن إن شاء الله يكون هذا هو الكلم الصويب لأنه نحن في حركة مشروع تونس هذا الكلم كنا نقوله فيه شاكين أنتم في هذه لا 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 مش شاكين نستنعوا في الخطوات العملية بتباية الحال لأنه كما قلتك في حركة مشروع تونس كنا عام وعام ونص ونحن نحكيه في الموضوع هذا لأنه نعتبر اللي قالوا سي محزن إن شاء الله ينتقل إلى خطوات عملية شمعني خطوات عملية شمعني ليه مش مرحبا بيكم مرحبا بينا الكل لأنه كل حزب عنده بتباية الحال هيكله والتقارب في تار هذه الهيكل هو المحمود أنا نحب نقول حاجة بركة علشان نقولك ينتقل إلى خطوات عملية لأنه نحن سمعنا الاجتماع التقييمي أنا فقط نواب مشروع تونس خرجوا عندهم أكثر من عام ونص ويظهر لي معناها الكتلة الكتلة البرلمانية متحركة مشروع تونس داخل مجلس النواد أثبتت معناها مصدقيتها ونازاهت لا اللي خرجوا عندهم أسبابهم لكن الكتلة اللي موجودة أثبتت فاعليتها ومصدقيتها أي مش مشكلة اللي يختلف هذهك حر طيونا من حبش نرجع لي أسباب الاختلاف لكن الكتلة اللي موجودة طوى من 21 نائب أثبتت مصدقيتها أثبتت نازاهتها أثبتت اللي هي كتلة صادقة تعمل في إتار مشروع معين لأنه كما قد في حركة مشروع تونس شوف خلينا نكاملك في حركة مشروع تونس نحن هالتقارب هذية والنتيجة السلبية هذية والخطيرة على الانتقال الديمقراطي كنا نبهنا لها نستنعوه في الخطوات العملية شو معنى هالخطوات العملية لأنه الخطوات العملية تقتضي فك الارتباط مع حركة النهضة كما كنت أقول وكما كان يقول سيمو حسن لأنه لا يمكن أن نلتقي هالقوات تقدمية هذية تلتقي في وجود هالتحالف الاستراتيجي ما بين حركة نيدا تونس وحركة النهضة فك الارتباط في إطار تجمع التقيم على مشروع واحد أنتم هالقوات تقدمية بصبع الحال هذا هو متلوب اللي تقال أنه مشروعكم الوحيد هو إقصاء النهض لا 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 هذا يتقال هاني رجعلك سيمو خيكمل جملة بركة تساوراتنا وانتقاداتنا عندها هام أثبتت جدوها أعليش لأن وصلنا إلى نتيجة اللي حركة نيدا تونس أفريغت من برنامجها ما يعنيها أفريغت من برنامجها معنيها الناخب التونسي معاشي القروح والمواطنة التونسي في إطار حركة نيدا تونس لأنها تقاربت نهضة أفريغت من برنامجها أفريغت من منخرتها كذلك شؤل بالنسبة لحركة نهضة يعني فشلة كل عملية تجميع اللي نعرفوها من كل اليوم بيش ينجح نجم بينجح بسيط شوف الساحة السياسية راهي متقلبة ولكنا عنا تجربة جديدة كنا عنا تجربة جديدة في الانتقال الديمقراطي الهدف الأساسي هو المحاولة ديما للتجميع سيمو عز من سيرش إن شاء الله الوخيان من الأحزاب والسياسيين حتى اللي يحكموا فينا ما يتغشوش برشة من الكلام بشو نقوله طو على خاطر راهو مهما كان في مصلحة أي ديمقراطية مستحق الأحزاب ديمقراطية لا تبنى من غير أحزاب تبنى أيضا بالمجتمع المدني والإعلام والمستقلين لكن ما تبنىش من غير أحزاب لكن نحن أنتش بنت تقبليك على السينما وقلت السياسة متاعنا ولا تكون لها السينما وهذا فعلا في قلب السينما السياسي الحزبي اللي هو يشبه أكثر معناتها الأفلام متاع ألفريدي تشكوك كأسف ليم يوسف شاهين إي كومباني واللسي المخرجين متاعنا التوينس شوف إلي صحيح لنتائج انتخابات ألمانيا عاملت أزمة سياسية في تونس والأزمة أنا قاعد لي مبعض مش لازم ندخلوا لها اليوم بش تمشي وبش تزيد تتوتر وهتا تشوف كل قالة معزقات نعرف وشنو اللي قاعد يتدرس في الكواليس وشنو اللي بش يصير حتى من باب الحكومة وشنو اللي بعطيني لها ميسرد خلينا نوضع حاجة ها ما يزد تترميليش كاك الكلمة هذي مشترونشي وقتو نحكي عليه تاو تاو نايف بلاتو ولا وهو شي هم المواطنين شي هم المواطنين الأستاذ سي بلحسن قال سحي يحمل لولو كي بدين الحسة قال اللي النظام السياسي متاعنا معاته هو سي محسن سي بلحسن سي بلحسن أنت بلعاش ميسرد خلطت اي 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 ما زلت قاعد في هيئة الحقيقة والكرام معليناش سي محسن النظام السياسي ما عنده حتى علاقة النظام الانتخابي هو اللي أدانا للشي هذية وحاجة قالتها أختي واطف اللي هي معنتها ما فماش تناغم بين الحزبين اللي يحكموا اليوم معنتها تناغذ جبت تستوى أنا سمحني بشي ناغذك لأنه فم تناغم كبير وكبير جدا بنيتهم لا لا هوجي التونسي لا لا هوجي على خاطر لا ومش كان بين النداء ونهضة وحاطة ونقول لك أكثر من كي خطرة إيان تكلموا بصراحة إيان تكلموا طبعا الاتريف حتى وقت لأور مسار رئيس حزبون كان ناطق الرسمي وكان مش ناطق الرسمي كان المستشار سياسي رئيس جمهوري مش مشكلة سمحني خلينا تكمل خلينا تكمل تقيقة من زمان على خطر في نصير أزمة في البلاد وهذاي الناس اللي قاعدين في القهو يتبعوا فيه ويقولوا في نفس التكلم ديريكت اللي شوفال دي ترواش كون اللي باتايش كون هو النهضة تعديتش الأزمة لكلهم يبدوا يخربوا للنهضة باه طوى مثلا الانتخابات العلمانية عملت أزمة حتى في حزب سياسي معناتها كيمة حزب ما اسمه أفاق تونس ما زلت أقل من دقيقة أفاق تونس محكمش مع النهضة باه طوى معناتها الحاجة الوحيدة هي نهضة كيف كيف الاتحاد الوطني الحر أنت ما نبقى شهر ولا شهرين التالي رئيس الحزب متاحة الكلام اللي قالوا عن النهضة المخ متاعك يقف المخ متاعك يقف تقول مستحيل يحكم مع الشيطان ومعش يحكم مع النهضة طوى موجود هذا يا شنوه الغاية متاعه معتها شنوه اللي صحيح فريني نكمل كعال جمالتين ينربط جمالتين وبعد حط طليلة شنوه اللي انعكاساته على المواطن التونسي في حياته اليومية الأزمة متاع عدم الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية قاعدة تعمق أكثر لأنه أمور كما هذه من المفروض تخدم في الكواليس إلى آخيره وعدم التناغم بين الأحزاب هذية مع حركة النهضة مش متواجدة فما يمكن عدم التناغم في المرجعية صحيح أما اللي يهم المواطن الاقتصاد التنمية التشغيل الصحة التعليم مش قاعد يصير كلهم ماشيين في نفس الثنية سمح أقل من عشرين ثانية سمح أقل من عشرين ثانية إذن نرد أولا نريد تقارب مع الأحزاب الوطنية بدون شروط وهذا ينأكد عليه ونعاون ما تشغطوش علينا بدون شروط النقطة الثانية فيما يخص علاقتنا بحركة النهضة أحنا واضحين نحن نشارك حركة النهضة في الحكم وهذا خيار الشعب التونسي نحن نتعاون مع حركة النهضة في البرلمان وهذا خيار الشعب التونسي هذا البيان ليس عنده أثار في الحكمة البيان واضح البيان طبعا ما عندهش حتى علاقة نحن متمسكين بحكومة الوطنية هذا واضح النقطة الأخيرة اليوم من له الحق في اتخاذ قرار مراجعة العلاقة مع حركة النهضة من له الحق في مراجعة العلاقة مع حركة النهضة هم هيكل الحزب والهيئة السياسية عندما اجتمعات فوضت الأمر لهياكل الحزب حتى تنظر في هذا الموضوع أما الشراكة مع حركة النهضة في الحكم والتعاون في البرلمان لا زال قائما بارك الله أعطل مع شي ثاني أنا أحب أن نوضح حاجة بركة الدعوة هذية للقوى التقدمية من غير شروط خالق سلم لأن فيها نيدة تونس مش حكية شروط هذا فهم أمور مبدئية لا يمكن للقوى التقدمية أن تجتمع في وجود حركة النهضة لأننا قلنا نحن المطلوب هو تكوين دو بول شوز أقطاب يكونوا قادرين على التدور على الخبر شكرا لك للا وطفة بالعيد رئيس المجلس المركزي طبعا شكرا سيمواز أنك مثلت الشعب بوسوط الشعب سيمواز بوروي يعطيك صحة سيمواز سنحسن أحسن أن الوزير السابق والقيادي في حركة نيدة تونس يعطيك صحة بعد شوية تلقا أبو بكر بن عكاشا في برنامج من تونس شكرا لكم نتلقى وإن شاء الله نحن الثنين الجاي في كل عادة في نفس الموعد على نفس القناة تقنية التاسعة شكرا لكل الفريق اللي أمن هذه الحصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة